بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم وفي كل وقت وفي كل مكان فريق اوفيس 365 يقدم ونستمر في ابداعات الفريق الرائع فريق اوفيس 365 سهاج معكم راشا محمد امين نستكمل معا الكورس الرائع لتأسيس اللغة الانجليزية المقدم منحة مجانية من فريق اوفيس 365 النهاردة هنتكلم على حاجة جميلة ورائعة لو حضرتك حبيت تبص الى الصورة اللي قدامك هتلاقي فيه طلبة وهتلاقي فيه مبنى كبير بيتكون من اكتر من دور الدور بيتكون من اكتر من حجرة تعالوا نشوف مع بعض ايه هو المبنى ده مع بعضينا المبنى ده اللي هو سكول سكول المدرسة النهاردة نتكلم على مكونات المدرسة ونشوف المدرسة دي بتتكون من ايه وايه هي المفردات او الكلمات اللي انا بستخدمها اه للتعبير عن جملة او محادسة داخل المدرسة تعالوا نشوف مع بعض لو انا شفت الاولاد دول موجودين في مكان ده بيعتبر عبارة عن ايه? المكان ده عبارة عن الفصل المدرسة اللي هو كلاس روم كلاس روم كلاس روم كلاس روم فصل مدرسة مكتبة المكتبة الرائعة طبعا مش كل المكاتب بتكون بالشكل دا وبالحجم دا فيه في المدارس بتكون مكتبة عبارة عن مبنى مكان صغير بتكون من اه زي ما اخدناها في الفيديوهات اللي فاتت. فدي عبارة عن. والشخص اللي هو بيشتغل جوه المكتبة اللي هو امين المكتبة اسمه. طيب الممر اللي هو الاولاد بتمشي فيه اللي هو بيكون بين الفصول آآ اسمه ايه? اسمه ممر. طيب المعمل اسمه طيب اهم حاجة عندنا ودي بتنستخدمها معانا في الفريق الافيس وبنستخدمها مع كل المدارس غرف التطوير التكنولوجي اللي هي تكنولوجي تكنولوجي ديفلوبمنت روم. دي مصطلح مهم جدا بالنسبة لنا كاخصائيين او كمدربين للتطوير تكنولوجي. تكنولوجي ديفلوبمنت روم. ودي بيكون موجود فيها حواسب زي ما حضراتكم شايفين وبيكون فيها طلبة وبيكون فيها اخصائي تطوير. طيب. تعالوا نشوف مع بعض مين هي او مين هما الاشخاص المعنيين اللي موجودين في المدرسة. لو بصيت لي الاكبر قامل اه اللي هو هيد ماستر اللي هو المدير. هيد ماستر. هيد ماستر. هيد ماستر. والمعلمة اسمها تيتشر. 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 طيب. كمان انا بتكلم على اخصائي تطوير التكنولوجي اللي هو تكنولوجي ديفلوبمنت سبيشياليست. تكنولوجي ديفلوبمنت سبيشياليست. سبيشياليست. وناخد بالنا ش ش اللي هي سي اي اي المقطع ده سي اي اي سبيشياليست. وده طبعا خاص بي اه اي اعطال خاصة باجهزة الكمبيوتر او بانه بينزل ويندوز او بيصلح الكمبيوترات اللي موجودة داخل غرفة التطوير او آآ بيقوم باعداد التدريبات اللي رفع مستوى كفاءة الطلاب داخل الفصل. طيب هنا دلوقتي بتكلم على آآ حاجة تاني اللي هي المواد الدراسية. طب المواد الدراسية عندي زي ايه? في الغالب احنا بنستخدم على المواد الاساسية ودي هنذكرها مع بعض علشان نبقى نعرفها نتعرف عليها. آآ الرياضة طبعا زي ما حضراتكم شايفين اسمها ماث. ماث. رياضيات. ماث. ماث. طبعا اللغة الانجليزية اسمه انجليش. 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 طيب اللغة العربية اسمه اربيك. 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 ودي طبعا لغة القرآن فاحنا بنكلم بنقول اربيك. طيب العلوم اسمه ساينس. 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 طب الدراسات الاجتماعية اسمها سوشال ستادز. سوشال ستادز. الناس اه في اخطاء في القراءة في في النطق بنقول سوشيال. سوشيال. لا هي سوشال. سوشال. سوشال ستادز. طب تعالوا راجع كده مع بعض. let's review now. تعالوا راجع مع بعض الكلمات. سكول. 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 كلاس روم. كلاس روم. كلاس روم. ليفر Tactical. لاب لاب. تعالوا روم. تكنولوجي ديفلوبمنت روم تيتشر تيتشر هيد ماستر تكنولوجي ديفلوبمنت سبيشياليست تكنولوجي ديفلوبمنت سبيشياليست الموات الدراسية انجليش ارابيك ساينس سوشال استادز كمان عندي كلمة زي هوبي يعني هواية هنستخدمها مع بعض في محادثة من المحادثات اللي جاية هواية تعالوا نشوف مع بعض ايه هي الافعال اللي انا ممكن استخدمها في التعبير عن المحادثات الخاصة بالمدرسة اللي هي لما اقول بلاي ولو عايز استخدم في الماضي فتبقى تيتش يعلم الماضي منها توت توت ليرن ليرن يتعلم ودي خاصة بالطالب طبعا فبتبقى ليرنت 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 الماضي منها طبعا يهتم بي يهتم بي يعني انا مهتمة بالرسم انا مهتمة بالتحدث بالانجليزية يبقى طيب في عندنا افعال مهمة جدا 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 بنستخدمها في التعبير عن الاسئلة وداخل المحادثات بتتكرر كتير زي دو دو الماضي دد دو دو دد هاف هاد بي بي وز اوار ودي خدناها مع بعض في الفيديو اللي فات درو 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 الماضي منه درو درو رسم سرش سرش يبحس ودي بنستخدمها كتير جدا في المصطلحات التربوية الحديثة سرش ابحس سرشت 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 نو اتعرف على نو 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 الماضي منها طيب تعالوا كده نعمل مع بعض sentence يبقى let's make a sentences في الجزء الخاص بالgrammar لو انا هاخد فعل زي فعل teach يعلم teach يعلم هقول ايه the teacher teaches us English the teacher teaches us English المعلم بيعلمنا الانجليزية يبقى هنا استخدم teaches كفعل طب ليه حطط له اس عشان الفاعل اللي هو subject ما له مفرد اللي هو the teacher ده مفرد تمام؟ طيب لو هاخد فعل زي learn 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 يتعلم اقول I want to learn English I want to learn English انا احب ان اريد ان اتعلم الانجليزية اختلفت هنا الفعل من teach ل learn يبقى teach يعلم لكن learn يتعلم الاولى خاصة بـ teacher اما التانية خاصة بـ student اللي هو الطالب student اللي هو الطالب تعال نشوف مع بعض حاجة تاني interested in interested in مهتم الصورة اللي قدام حضراتكم شايفين قدامنا الاب والاولاد قاعدين معاه اه مركزين جدا جدا على الشاشة قدامهم او بيتفرجوا على حاجة يبقى هنا بقول interested in they are interested in watching TV هم مهتمين جدا بمشاهدة التلفزيون they are interested in watching TV طب انا ليه جبت are؟ علشان they دي جمع طب زمن الجملة هنا زمنها ايه؟ زمنها مدارع زمنها مدارع play play عندي طلبة طلبة بيحبوا يلعبوا في الحديقة فبقول لي they are playing in the garden they are playing in the garden هم بيلعبوا في الحديقة خدنا كلمة garden قبل كده في الفيديو بتاع زي سيتي الولاد ده يبقى he likes taking photos he likes taking photos جات كلمة take هنا بمعنى يأخذ فهو بيحب انه بياخد صور يبقى دي هنا ايه؟ his hobby يعني هوايته his hobby اللي قلنا ان احنا هنعدي على كلمة hobby يعني هواية طيب نلاحظ الصورة دي مجموعة من الاشخاص موجودين في المكتبة وكل واحد فيهم مهتم بكتاب وبيقرأ فيه فبنقول they are reading in the library they are reading in the library استخدمت انا هنا are لاني الفاعل عندي they اللي هو الجمع واستخدمت reading اللي هو يقرأ موجودة معها كهواية فبقول they are reading in the library حالهم ايه؟ بيعملوا ايه؟ هما بيقرأوا في المكتبة what are they doing؟ هما بيعملوا ايه؟ they are reading in the library طيب البنت دي بتحب الرسم يبقى she likes drawing she likes drawing يبقى استخدمت كلمة draw اللي هي يرسم واستخدمت كلمة like اللي هي يحب وحطت لها s علشان she يبقى she likes drawing طب لو انا حذفت likes وحبت اغير في الفعل بتاعي اللي هو drawing هعمل ايه؟ هشيل likes كلها على بعض واغير الing d احذفها واحط draws يبقى she draws يعني هي ترسم طب قلنا حنستخدم كلمة hobby وهنشوف معناها ايه؟ وحنحطها في سؤال او حنحطها في جملة السؤال هنا بيقول what is your hobby what is your hobby ايه هويتك المفضلة فبيقول my favorite hobby is reading my favorite hobby is reading هويتي المفضلة هي القراءة او my favorite hobby is drawing اللي هي الرسم my favorite hobby هويتي المفضلة is تكون واغير الحاجة الموجودة بعد كده what are they doing what are they doing هما بيعملوا ايه في السورة دي they are running هما بيجروا they are running can you help me in my project can you help me in my project can you help me in my project ممكن حضرتك او ممكن انت كزميل تساعدني في المشروع بتاعي رح قال له of course with pleasure with pleasure بمنتهى السرور of course يعني طبعا with pleasure يعني بمنتهى السرور thanks and see you soon رشا محمد امين شكرا لحضراتكم وشكرا لمتابعتكم الرائعة والنلتقي باذن الله في الفيديو القادم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته